يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذه الفكرة الأستاذ نادر شاوي نادر شاوي زي ما قلت كده قبل الفاصل هي الفكرة إنه هو التقديم اللي قدامي يعني أو اللي تقاليتلي إنه هو وكيل لعبين أنا عارفه طبعاً أنا صديق عزيز بعتز بيه بس فكرة وكيل لعبين في نادر شاوي هي قليلة قوي على اللي بيعملوا نادر شاوي في الرياضة أو في الكرة المصرية منذ سنوات إدارة الكرة الأفكار اللي في الكرة الحاجات اللي كنت لسا بكلمكم عنها من شوية إنه يبقى في ناس شايفة ومتطورة ومتطلعة وعرفة إحنا العالم بيعيش إزاي هو من الأشخاص اللي ممكن يبقوا قليلين شوية في الحكاية ديت اللي فاهم كورة كويس وفاهم يعني إقدارة كورة بشكل تفصيلي مش بس وكيل اللي عبين ولنقول مش بس وكيل اللي عبين ده مش تقليم من فكرة وكيل اللي عبين عش دي حاجة كبيرة سواء في مصر أو في العالم كله بس عشان هو بيعمل فاهم حقيقة كتير أبعش كي أبتشرف دايما إنه يكون ديف عزيز علي منور وبشرف ودايما بسع جدا بتواجدك بس يا كريم على المؤدمة الجميلة دي وشرف لا إنه أنا أكون معاك النهارة حبيبي أقل من حقك أخبرك إيه؟ كله كويس؟ الحمد لله أعايز أبدأ معاك من الحكاية بتاعتنا منتخم مصر ولي بيحصل مع التحاد الكورة ولي بيحصل مع عاب جلال والحاجات الإدارية اللي الناس بيقيتش فاهمها يا جماعة تقولي شوية تطلعوا تنرفزوا عليها وتعصبوا وتسرخوا طب إحنا إمتى هنصلح وإمتى هنشوف تطوير لا أنا شايف إنه يعني واحد وعا الدنيا هي نفس المشاكل ما تغيرتش يعني ما أعتقدش إنه أنا مساعدين 8 سنين باعي كانت 10 سنة باعي كانت 16 سنة حتى يومي وصلنا كلا سنة كان برضو فيه مشاكل فأعتقد لأ إنت زي ما إنت قلت بتالي أنا جيته وإنت بتقولي إحنا تأخرنا 10 سنين إحنا تأخرنا لأ إنت اليوم عندك بفرق سنين فأكتر 10 سنين خالص فهي دي وإنت مش عافة تقلل الجاب لكن مشاكل اللي إنت بتتكلم عليها هي مشاكل الوقتية دي دي اتهارت بحساً بتهارت 24 ساعة وبالذات بعد النهاردة بعد ماتش الكوريا فأعتقد الناس كلها تكلمت في حاجة زي كده حيما وكله أعتقد إنه هو ماشي في سكة واحدة كله أعمالي هجم بس ودي ما أعتقدش إنه إحنا الهجوم ده حيودينا الحتة إيه اللي يودينا؟ الودينا الحتة إنه إنت تتفهل على نفسك بقى شوية وما حدش يطلع يتكلم لأن الكلام يعني إنتعرف لو إنت عملت فعل واسكت ممكن تعدي لك عملتك فعل وبتتكلم فالفعل نفسه بيكبر وبعد كده بتجيب ناس تانية كتيرة معك بقى فما يفش أي حد يتكلم واللي بيقعدها الكوريا تازم يكون فاهم هو بيطلع إيه من بقه فهي دي اللي بتاع المشاكل خلي بالك مش مثلا الأفعال إنت ممكن ماتش بتاع بساعة السنغال كنت تروح عادي ده فلنتين ضاعوا يعني مصبوط صح ومين اللي ضاع؟ مين اللي ضاع؟ محمد صراح ما بيضاعش وزيزو ما بيضاعش صح فهي مش مكتوبالك لكن مشي تدقى خلاص الراجل ميشي لكن البقى خلاص أنت فكتفل على نفسك عشان تخطط بقى البعدي كده كعيس هي دي مشكلة العدي زي إذا كان نفسي اعترفت أن أنا اخترتها غلط مين اللي هتأخذ مين اللي اخترت يبدو أن احنا تسرع هيا الفكرة برضو تاني هي قصة مش قصة رئيسة حتكورة ولا مدرّة ولا أيها يخص هي قصة أن ما فيش أصلا انتخابات حصلت يا كريم أنت بتتكلم في حد جيب التسكية التسكية دي معناها أن الكل أجمع كبير وصغير أن هذا الباجلس يصلح صح أو مش صح صح فبالتالي أنت بتعذب عليها يعني إنت لو هتعاتب حد تعاتب على الإختار مش تعاتب على الموجود الموجود تستوليت أنت تتكلم يعني يعني أنت عديت المرحلة أنت تتكلم مع مع ده لا إحنا لازم نتكلم معه أوسع بقى إذا ما إنت عايز تصلح هو مين اللي بيختاره بيختار إزاي و سي في بتاع اللي اختاره ده عامل إزاي أيوة امسك بقى سي في واحد واحد امسك الراجل اللي بيسك مع كامل احترام أنا بكامش على الأشخاص اللي تبقى تكلم على طبعاً مشكلة كلهم كل احترام أكيد أنت أتشوف السي في بتاعه أه أدار إياب لك هده نجحته إيه وأنت مجيبه ويمسك الكرة مصرية إزاي صحيح أنا مصرح صحيح برد نزع الأسابي برضو صحيح لأنا أسابي برضو لأنا نروح شغلانة هيقولك في السي في بتاعك ده ألف به أيوة أنت أنت مسكه اتحاد كورة أنا كان معي مديل التحاد الإنجليزي من يومين قال لي ساوس جاد ومدرب تاني عاملوا معاموا قابلات شخصية عاملوا معان ترفيوهات عشان يعينوه مدرب إنجلترا يعني أنت عملت إيه بتعمل إيه خطتك إيه يعني يعني وده مجايش بقى اللهم أنا ساوس جاد أنت هتعملوا معاني انترفيوك عشان الراجل اللي بيتكلم 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 لكورة الإنجليزية عنده مسؤولية كبيرة جدا لإزاي يعرف يطور الكورة الإنجليزية كويس ليه أصل متطورة عنك بتعمل صح صح ولسه بيتدور على تطوراتك ولسه لسه كمان فلا إنت عندك حياة كتيرة قوي يعني أنا معتقدش أني فيه حاجة صالحة في المنظومة مفيش عشان كده بقولك لازم تتفل على نفسك وتغير قوانينك وتغير حياة كلها عشان تعرف توصل لأ إنت بالقص واللازق اللي إنت شغال بيه من أول والله العظيم من ساعة مبقيتها على الدنيا والله هي نفس المشاكل بس إحنا تفقمنا بقى يعني الأول ما كانش فيه نواحي اتصال يعني ما كان في السياة أو الأفنات إنت عشان تكلم لعيب الكرة تقوله أنت عامل إزاي وتتضرب إيه بتاخد وقت كتير قوي تقاط الكوين وتتضرب مش عارفة يعني دلوقتي إنت ما عندكش حجة إن إنت ما تكونش متطور ما عندكش حجة إن إنت ما تعرفش بيه حصل ما عندكش حجة إن إنت حتى يا ربنا كرمك بواحد اسم محمد صباح إنت مش عاف تستفيد منه خلاص إنت حتى يعني أنا كنت بحق بعيط هو بتكرم يعني شوف الناس بتكرم الناس إزاي اللي واحنا منتقرب اللقاء بتاعت مساء فأنت بفوت الصلاح ده تعصره مش تكرمه بقى وتعمله مشكل مع الإعلانات وده تعصره أنا عايز أستغل وجودك معي النهاردة إلا تكلم تفصيلا يعني إيه تعصره إنت راجل فاهم يعني إيه تعصره يعني بالنسبة أصلا إن اللقتي هوي بتسمع اللقتي مفاهمين إيه يقصد يعني يلعب ماتشات كتير لا تعصره ده إيه ماتشات كتير يلعب ماتشات كتير متلعبوش أصلا هو ده أنا عايز توضيحه منك كمثال محمد صلاح يمعنا كويمة زي محمد صلاح ده أنا ممكن أستفيد منه كبلد وككورة مصرية إزاي لا إنت أقول استفيد من محمد صلاح يكون مثلا عايز منه حاجة لما نبهت لنا حاجة وإنت جاي بالضبط كده من ده اللي بيحسن ده بأشوفه بالضبط كده حاجين شيرتين حاجين شيرتين حشان ليلة تلبست شيرت لكن في أي أي مسؤول قاد مع محمد صلاح مثلا ساعة قالوا أنت بتسحى الساعة كم بيتأكل إياه أبني في حد أو ما تخش النادي بيحسر إياه طب النادي بتاعكو عامل إزاي طب إيه اللي انت شايفه بنعمله غلط موادها ريفرنس هو مش شرط ينقم مدرب ولا الإشاعات اللي بتحصل ده هو لازم يتاخد رأيه اللي يتاخد رأيه هو ما بيخدش رأي محمد صلاح انت بتاخد رأي اللي حواليه محمد صلاح بره أو صلاح ما تجي تسأله سؤاله سؤاله ومش يرده على طول عليك لا هو هيسأل كذا وكذا وكذا ومش هيقولك حب الكورة وبعد كده هيسأل صنع الكورة يعني هيسأل الكرام بتاع الكورة اللي هو أعلى حاجة في الكورة صح فانت بالتالي انت متستفيش منه خالص صح انت هي الكسة بتاعتك تتجيب شوية باديواردات عشان يحموها عشان انت معناكش حكية تعنيه لا ولو ده حصل كمان يقولك لا يا عمى هيقوله محمد صلاح هو اللي مشينا يعني بيمشي شغلنا يعني هو اللي يقول لنا هو اللي بيعني وعيب وما يصحش ده كونسلتان ده لازم يبقى أصلا هو انت جوجوية ما كان بيعمل هو بقوصل ليه جوجوية رئيس دولة انت عندك كان محمد صلاح عندك كان محمد صلاح صح فانت بالتالي هو محطوط مزروع في حتة خصبة جدا ان انت تستفاد منه انت في البيك بتاع محمد صلاح ربنا تديله طبعا صح وكل حاجة في الدنيا ويكسر الدنيا كمان وكمان بس انت البيك بتاع محمد صلاح انا مش شايف انت استفادت منه ولا قرويا ممكن تكون استفادت منه كتسويق البلد ممكن سنة سنة وصطفة لكن ما عرفتش برضك انت مش عافلت سبيل محمد صاح فبالتالي خلينا اتكلم قرويا عشان هو ده اللي همنا ان احنا في الشرعة منيجي نمشي احنا عاملنا فهيب ده تنتهبنا احنا كمان ان احنا يعني اي حد شغال في الكرة دلوقتي انت السبب انت السبب اه انا تقول لحد المدارب وانت اللي مش عارف ايه وكنت لسه بتكلم من شوية ان احنا هنا عايشين في شوية عكة كده واحنا مبسوطين بيهم وهو جوانا مشكلة ان احنا بتخش بقى على منتخب مصر تخش على محترفين تخش على سمعة منتخب بلدك هنا بتبقى هي العزمة مديعا بان اخوة ده بس عشان تعرف الموضوع بتاعات الكورة وكورة نفسها متشعب جدا انا عارف بس الحتة بتاعتي انت ازاي انت ازاي طرف تستغل لازم تستغل اول حاجة في الدنيا محمد صلاحي جي في مصر دي تقفى ايه اربع ساعات في متخبرة ايه نعمل ايه ايه ايوا مشلسلات ايه ايه اعمل لنا زي المسلسلات لان اليوم بتاع محمد صلاح انت ممكن تطلع منه حيكتر جدا اليوم الساعة بتاعته انت مش هنسفيد منه خاص مافيش طيب انا في حاجة باني كم يوم كده باقود اصرخ فيها وتكلم فيها بسئولة فرصة برضا نتكو مع النا فيه كلام فى التحب الكورة كانوا بيدرسوه سواء كملوا بقى وما كملوش يقولك إن إحنا عايزين نقلل أجانب في الدول المصري وأنا شخصياً طلعت سرقت في القصة دي وقعدت أقول أجماع زوده يعني نقلل ليه ما نزود عمش عابل أول رأيك إنت سمعني رأيك وبعلي كانت نعيش فيه هعرض عليك في النقطة دي بس أنا سوري أنا آسف فقد الشيء دا يعطيه اللي يكرر الخمس أنت لازم عم تيجي تعمل قرار لازم تدرسه الأجانب دول أضافوا إيه لمصر مثلاً أو للدور المصري فلالآخر خمس سنين طيب الناس دي تصرفها يوم قد إيه الناس دي بعدما دوم مصر تلعوا فين فبناء عليه هتعافف تعمل الصناعة بتاعتك يعني هتقول الله يتقاعد أنا بس أفيد جداً من الناس اللي بتيجي من مثلاً المالي بيجوه رخص جداً فأنت لازم تعمل أنت بتحدي الكرة بيعمل إيه إنت بتدرس الموقف عشان تنهض بالصناعة كويس يعني أي نادي في الدنيا إنت عندك منظومة شغالة 24 ساعة في النادي فبالك بقى اتحادي الكرة أنا بقولك بس الإكسبرينيس بتاعتنا اللي هي بتاعت الجونة اللي هي نادي بس بنقولي هادي ففيه 24 ساعة شغل إنت عندك لايبا وعندك لبسة وعندك أصابات وعندك دوكات بتاعب المنظومة الإعلمية عندك هيك تلقاو بتعملها كويس أنا بكلم عن التجربة صغيرة جداً ما بقى لك بقى اتحادي الكرة ما بقى اتحادي الكرة اللي رأسه ما تاخدش فلوس أصلاً الكرة مصرية إنت هتعرف فين المشكلة فين؟ إنت فين المشكلة؟ هاي زاوات الوقت ده هيجيبه منين؟ هيجيبه أحساب بساً شغله؟ هيجيبه لو شغله أنا رأيش دايماً إن البناتها من اللي بيخدم في الكرة ده لأن بيشوف فلوس رائحة جاية كتير لازم يدقوا ده فلوس وفلوس كتير طبعاً تملع لازم لأن الكرة هو أنا مش عارف هو هو أنا ما أدرس إن أنا النهاردة إيجي على بيتي وعلى أولادي يا كريم عشان أقعد 24 ساعة أخطط مثلاً للمسابق الكرة المصرية طبعاً طبعاً صح؟ ومعليش أنت لو عادش كده لو عادش كده هتشك فيك طب أو بلاش هتشك فيك مش هتعرف تدي وقت مش هتعرف تطور أيوه ما أنا عايز أعرف هو هتقوم بساعة ساعتني اللي بيحصل ده سيبك بقى عبر السنين كلها لا فيه مشكلة كبيرة في الفكر نفسه كمان أنت بتيجي تقول تتكلم على الأجانب دلوقتي أنا بقولك لازم تدرس الأجانب سيبك من الأجانب يا أجانب مش مشكلة الأجانب أنت أنا دايماً بقول لازم تنقش مرة بيحصل إيه وعكده تهدم الموضوع بعكده تبتكر يعني نفهم الأول قلق الأول كده بسموها جود لكن إحنا بنجود بكده ما بنفهم أنت ما بتفهمش ومنجود بالعكس نجود أه لا طبعاً نروح كده نروح كده إزاي أصلاً أما أجيب سوري محترامي للناس كلها على كيروش ده الراجل عنده سيفين كبير جداً وعنده كبيرة جداً وشتغل مع لعبة كبيرة كتيرة جداً أنت فين من معلومات الراجل ده بغض النظر إيه بقى أنت متفك على قصته هو راجل فهم هو بفهم إزاي أو كبر فيهم إزاي عشان درس حاجات معاينة في الترو ودرس حاجات معاينة في الداعي المصله فبالتالي عارف الإمكانيات اللي يوجد في مصري كده فبالتالي أحنا عبيهم كده عنده فكرة صح صح مش فكرة ده مش صحي منهم عشان لعب كورة لا هو صحي عشان درس وراح عاسته شهور يدرس وبعد كده عمل لايسنس كده انت فين كان مدرب في مصر عنده برو لايسنس هو بيقى فلوس ليه يعني أنا حيزة فهم محد يجي تأمر عليك كده ويقولك الحضارة بكذا حضارة بكذا انت بتتأمر ليه انت صارف على نفسك قد ايه كمدرب عشان تقعد حط رجل على رجل وتقول لي عايز سبعمائة وخمسين وعايز خمسمائة وعايز ستمائة كسبت الآلي واحد سفر وزمالك واحد سفر ايه ده عملت ايه كسبت الآلي واحد سفر وزمالك واحد سفر ده مصري دي بتكامع مصر ده مدربين عندنا كده برضو يا راجل لا لا ما فيش حد يشتغل في مصر لازم تقول في كمان اربع سنين خمس سنين ما حدش حينزل الملعب غير ما يكون ده عايي لايسنس واحد اثنين تلاية اربعة ولازم يكون برو لايسنس عدد معين في سنة كذا زي ما يكون عندك منطقة في مصر يا كريم في سنة ستة وعشرين انت بتخطط له من دلوقتي ايوه عما تيجي تخطط له من دلوقتي مش هتخطط لتشوف انت بازم تبص على محمد صاحك وعنده كم سنة طب تعالى بقى وصيه تحت الناس صغيرة دول اللي انت اصلا متعرفش عنهم حاجة خلص ولا 2003 عارف عنهم حاجة صح ولا 2005 عارف عنهم حاجة صح والكارسة بتاعتك ان المتاخد الانبي انت مشيت مش هقطع برضو انت اول ما مسكت انت مشيت طب تنشاهه جريب اللي هو اصلا مسؤول عن 2001 ده في شهر كم؟ شهر اثنين انهاره في شهر ستة الاجانات الدولية بتاعت المتاخد الانبي في شهر تاسعة انت ليه سايب وقت ما بين شهر اثنين لغاية شهر ستة اربع شهور فيهم متوقفات كتير قوي مش بتستفيد من الوقت الشهر الناس عادة في البيت مش بس بتستفيد ده مدارب المتاخد الانبي غير المتاخب الاول انه ده بيعد يدور ويشوف فين الكلام ده انا عندي مشكلة كمان حتى زي ما انت قلت في الفيجن نفسها احنا ليه بنبص تحت رجلنا ليه تحت اناسيبك من اللي حصل والتصرحات انت خطتك ايه عشان الولمبياد بتاعت اللي جاية انت عندك عندك جيل كويس قوي انت عاف لو شفت انت جيل 2001 و2003 و2004 عندك جيل كويس وخامات كويس لكن انت فيه الاضارة بتاعت الموضوع انا شين قفل المسابعة بتاعته الكريم في شهر اربعة اخر اربعة واول خمس سوري اول سوري في حتة ديها هيوضو في البيت كل ده بقيت اما الدوري يخلص الناشين دول هنعم دي هم ايه القطاع الكبير اوي القاعدة الكبيرة اوي اللي هي اصلا مستقبل مصري دي اللي عارف البيت دلوقتي انت بتعمها ايه انت فين الفيجن بتاعته عشان كده بقى عشان كده هنقدر فيه النقطة مهمة اوي شوانا قلتها بردن برا ان احنا محشورين في حاجة اسمها الدوري المصري بعنديتنا محشورين اللي هو الدوري هتأجل المتشاطة هتتلاعب النادي الفراهم بيعترض اصلاحنا لتحكيم فيه مش عارف فيه مشكلة محشورين محشورين في الحتة دي حتة صغيرة اوي الجمهور والاولي ده قصة والتخطيط لمستقبل مصر ده قصة تانية صح بس هما بيعملوش كده مين هما اتحاد الكورة هو محشور معنا تاني والله العاصل من 3 ملايش دعوا بتحدي الكورة خلي بالك انت جبت بني ادم انت المسؤول عنه مين اللي جاب المجتمع الكروي هو مين اللي بيديد الكورة مش الرياسات الاندية كلهم كبيرة أكبر واحد فيهم بأصغر واحد فيهم مش هما دول اللي جابوا الناس دي بتعاتب الناس دي انت عرف انت بتيكتب بلاي سيشن دي انت حد بلاي سيشن دراقب يلعب بي شو انت ديفولو صح اتلوم على ايهاب الجليل ليه وهم اللي جايبين لا انا بص كابتر ايهاب جليل عشان بس الناس دي بجالي كذا تليفون وانا بهاجموا بتاع انا بتاكنكش كابتر ايهاب جليل خالص انا مشفق على اختياره لمنتخب مصر لان كابتر ايهاب جليل لو ازمتلي يعني اه طبع ان ارجعتني اللايسنس مفيش اللايسنس طيب النهاردة كابتر ايهاب جليل عشان ما بتيجي تمسكه فرق انت بتاعمل لونج تيرم يعني انهاردة انا عايز انهاردة الخطة بتاعت ايهاب جليل الستة وعشرين هينفع كابتر ايهاب جالي ستة وعشرين هينفع لكن الوصول لكذا او حاجة شورت تيرم لا مش هينفع ايها لان هو عنده ستايل بتاع الكورة بياخد وقت واحنا عارفين الكلام ده كويس كل احنا حافظين كابتر ايهاب جليل اول خمس ست متشاط بيبقاش ماشي كويس وبعد كده من النطش السابع او التامن بيروح طارق بالزبط المفضة انا عارفه فانا عارف الكلام ده اه لما يكون بيضرب كل يوم فرق يعني كل يوم كل يوم عارف تنريب تمرين عشان الخطة بتاعته صح انت اعترفت عملك يعمل منتخب مصر انه مستحيل طب ايهاب عاديد نقطة يبقى منفعش هو على راسي كمدرب الدوري المصري وفي اي نادي مدرب كبير ومحترب طبعا جدا ماشي بقى على الستراتيجي اللي انت حاططها بقى الستراتيجي الايه ستة عشرين تمانية عشرين تلاتين انت ببصها لقدام بقى لو ببصها تحت رجلة كانت انت عايز واحد يقضي يشكت والنفسي وتق وتمام او جيب واحد اجنبي لكن واحد دي اللي بتدي بتدي من تحت نعم اه اه المساء اللي بديه كل يوم دي دي شام 2012 جابوه في فرنسا الجمهور سرخ قاللك مالوش فيه هومدرب مش جيد وبتاع خسر كاس العالم 2014 بأداء هزيل جدا اه يورو 2016 في فرنسا على ما لعبه بيخسر نهاية البطولة قدام البرتغال وبعد ست سنين بياخد كاس العالم 2018 انت بتقوله ده بالظبط انا مترجم كلامك هو انت وانت قاعد عطرابيزا انت ما جبت كابتن هاب جليل اتفقته على ايه احنا كمجتمع انا ما عرفش انت اتفقت عليه انت تعرف هو مطيف على كم سنة انت تعرف نعم تعرف التارجل بتاع ايه يعني النهاردة ما ميجي اقضى انا النهاردة بعمل واخد بحياخد بونسا هياخد فلوس عليه اللي هو يبقى مدرد منتخب مصر وفرقة كمان كان ساعتها يعني امسك الاثنين والا التارجل كان ايه عشان كده دلوقتي فيتو ضرب هو انتو اتفقتوا عليه يا البتاع ايه يعني انت هو دلوقتي انت بتاقيت تفتكر هو احنا اتفعنا عليه طبما انت تقول انت اتفعنا عليه والتارجل بتاعك ايه والتارجل بتاعك ايه الناس المسؤولة دي مش المفوت تتحاسم لازم تتحاسم طيب انا سألتو سؤالي فين الخطة يعني قولين الخطة كده اللي تعادتو فيها اللي انت عرضتها على ايهاب جلال او كابتن ايهاب جلال هو اللي عرضها عليك يعني فين فيه حاجة كده اكيد اتعرضت طبعا فيه حاجة ولا مفيش ايوه ده بلا مفيش يبقى مقالوش والله دعوة برئيس اتحاد الكورة ايه الاختيار غلط اللي بيختار غلط تصدقني هي القصة في الاختيار مش قصة ان انت جايب بتبتلو ام واحد يعني انا اسف انت انا بشفق عليه يعني بكل ما بسمع انا بشفق عليه ان هو بيقول الكلام هو تحت ضغط هو غالبا ما بعرفش يهامدل تحت الضغط ما معرفش ان كابتن ايهاب جلال ما عرفش يشتغل تحت ضغط خالص وحتى تصريحاته يعني عارف كان فيه ناس متعاطفة قوي ايه الاعلام برضو فن خلي بالك ياعم الكلام فن ازاي طعف تتكلم لا وعلى فكرة مش شرط انت كمسؤول انك تطلع تتكلم ما عندك مصصور علامي موطول عمره موجود بالزبط صح وليل عطار الحالية هم عاييرهم وليل عطار متحدث رسم ومشكلة وليل عطار نفسه ما بيتكلمش دي برضو بحاجات تتجننك انت سمعت وليل عطار الفاتر فدي كلها المتحدث الرسمي بس انا سمعت حاجة غريبة سمعت ان الناس اللي بتفهم في الكورة قالوا لا على كابتان اهب جلال ده اللي انا وصل لي اه حاجة مباركات مقالوش لا على كابتان اهب جلال هم كانوا عايزين مدرب اجنبي سوري على مدرب مصر اه هم كانوا عايزين مدرب اجنبي بس في النهاية اهب جلال لو وطني هاي بدي اختيار مناسب بس هم كانوا عايزين مدرب اجنبي انا عايز اعود اتكلم معك مناسب ازاي انا عايز افهم ازاي انت شايف انه هو مناسب هات تاريخ مصر كلها او تاريخ منتخب مصر شوف المسكو مصرين المسكو منتخب مصر كانوا عاديين اكيب وظلاتنا اندية كان عارفين الاحساس بتاع ضغط بتاع الجمهور كان عارفين الاحساس بتاع الاعلام فهم في واحد يستحمل هاتي التاريخ كله هتلاقي ابن جهري هتلاقي ابن صالح اسماعيل في كل واحد مين مدرب مصري خد بطولات ممكن يبقى موجود لمنطقة مصر او انت قتلت كل الكوادر اللي ممكن تبنيها او انت اصلا بتبني كوادر انت نهاردة الناس كلها بتتقمر تاخد تاني تاخد كام وانت سايب اتحاد الكورة انت عامل انت واخد اصلا لايسنس ولا لأ انت واخد تعرف انت هتفيد البناء ادم اللي بتدربوا والاصل اه علم على فكرة انت فيه تلاتين واحد في الملعب عندك قلبهم بامبط وانت بتبرانهم طيب انت بتبرانهم دي فيه علم شغالبي فيه الهارد بيتس انت بتشوفها فيه حد هتطب عندك هتعرف هتحامل معا ايه فهي مقصد العضادات نفسها اخبارها ايه انا اللي عرفوا ان فيه ناس تروع صاحي منهم تطلع الجبل وتنزل فيه بقى بتاع 90 فمية من المدربين مصر يطلعوا الجبل ساعة ستة الصبح وسبعة الصبح طب هالده ماشي مع الفكر الجديد بيحصل كده بره ساعة شكده بره فايه الصحب ان انت تستابلش انت بتختارها على الاساسي انت عايز تقول انت بتختارها على الاساسي انا مش فاهم طبعا لا اما فيش كده فيه حاجة اسمها ان انت بتنظم الكورة في مصر كل نادي يزم يكون عنده واحد اتنين تقاتل اربعة زي ما انت حطيت ترابية اسعاب في المدشاط عشان حصل كارسة لا انت يزم اتنهاردة تخط الجي فيه اكس بتاعتك وازم تدرس ازاي الفتنس بتاعتك عامل ازاي وكل نادي يزم يشترك في الاحساسات بتاعت الفرقة بتاعته لانه كل ده انت افهود كنادي تدي بقى احساساتك للاتحاد الكور عشان اتحاد الكور بتدي يدرس وقاعد فاضي ماروش حاجة مش ان انا النهاردة لسه خد بقى خلي بقى القصة دي حاصل اللي كان في شهر اربعة بتهاري والمدشاط كان في شهر ستة اللي هو ده قالك لسه بدري ناس شهرين لسه انا خلص مع ترابية السبعة كده كم لا كان اولى انا اسف كده كان اولى ان انت توقع وتشوف المنتخب مصر عامل ازاي وجهات المحلين بتوقعك وبص عليهم كوي عشان تبني اللي جاي اش عارف لأي بني ادم يتدرب منتخب مصر لازم تدي له اهتمامه صحيح عشان تبني بقى الان ستة وعشرين صح تعال هابت عالفين واحد كابتشاغري تعال عندك مين كويس محمول جيبر عندك مين كويس طبع اسألك انت قتلين النقطة مهمة قوي منتخبات الناشئين وفرق الناشئين اه كذب اخر مرة يمتزع مش عارف اه مش عارف بس لا في الاهم هو اختيار المدربين للفرق الناشئين والمنتخبات الناشئين المفروض يتم اختيار المدربين دول ازاي احنا العادي او اللي انا فاهمه انت لو انت لعب لسه معتزل فالتكريم بتاعك هتاخد فرقة ناشئين وتخلص عليها طب وينفع انا اكرمك وحطك على راسي اما تخلص كورة وتروح تديني شهادة عشان عارف افيدل نادي اللعيبة بتاعتك الصغيرة انا هلعيب كورة اللي ادربني كان قبلها بجلين او كذا صح الا بالصح انت دهار ده محد يبطل كورة وانت هتديله التكريم بتاعه هيامسك تلاتين وقالة صغيرة ده اقدم بقى اوه هيحاول ان هو يعمل الحاجات اللي تعليمها في اخر وهو بيخلص ولا ده صح ولا ده صح وهكي اهم حاجة في الدنيا ازاي تعرف تطلع النيش اسواء ده اهم الفايل اوه انا تفقلت شوية اما كان في اكاديميات تتفتح لان اكاديميات كانت ايه فيها تطش كده علم شوية ان هو بيحبوا بقى يحطوا ايه الهيجين يعني ايه يعني ايه النيوترشن يعني ايه يعني التخزيه كانت باينة سنة ان فيه امل واحكادي قلبت مرة واحدة كوميرشل وتجاري رهيب في بقية العملية فلوز بس فمية الامل برضو فانت طبعا انت غزم كبا انت هتكرو اشوف قطاعات النيشين عاملة ازاي وتشوف النظام عاملة ازاي وتصقف الناس هو عيب ان انت تصقفوا انت عفكرة عشان تتحرك من العربية الوقفة دي لو قدام تازم تصقف نفسك لو تتتعلم بسم الله الرحمن الرحيم تتعلم وتنسى ان انت متعلم انت مش متعلم انت مش متعلم انت ما تعملش فيها انت مش متعلم متأخر انا اسف اي انا توصل متأخر جدا التعليم ده تطور كل شوي احنا كلنا بنتعلم كل يوم المفروض انت بتروح تدس كل يوم انا بوضح تنام عندي انا بسعداني او انا بفرج على بطش ياسوب والله انا الواحد زهل يعني زهل ده فيه كارس هزامك فرج على فرع اللي انت بتحبه قوي منتخب مصر بقى بتحصل في الكورة نهاردة المبراكة هتوحش او كمان لا او انت فاكر انت تطلع كوريا في الجاكي انت بعد ما تخلص دي انت راح وطالع على السفر ده كله وهيستكسب بفرقة اصلا فرش وزي الفل قدام مدرها وبتنقى بكورة حلوة وسريعة وانت لسا اصلا مش حافيها تنعمل ازاي ربنا قرمك بربعة بس الحمد لله فرص بربعة تنقى انت بالحمد لله انت مجاش ست فرص ولا سبع فرص انا بقى ستة او سبع وبعد كده عفاكة كل واحد في المنظومة اللعيب ليه دور خلي بالك ان لما ستقعد ترمي لكل الحملة على تحدي الكورة وكابتل الهاب جايل لا وانت روح اللعيب منتع فكرة بكر يكون الاف دي بتاع بتاع المدرب وفتاع كل واحد هو اللعيبة في مصر الجملة الشهيدة بتاعتنا انا بقولها بصراحة طب انها عندنا مشكلة قوالتي انه اللعيبة في مصر استمرارية استمرارية والقوالتي موجودة القوالتي موجودة بس مطش وعشة لا اه ميزام وفي حد فوقيك بيقولك انت كالتي النهاردة بتاع طب تعال اعمل كذا تعال اعمل كذا ده هو في حد بيها بيها فيش كده انت عايز تقسم على حد تروح وقف على الميزام من السبعينات طب تعال وقف على الميزام انا شفت الحاجات برضو مش مفهومة حاجات سبعينات تمينات طبعا فالو انت عايز تصلح اللي حوالين اتحاد الكورة الاول مش اتحاد الكور اللي بيختار اللي بيختار انت بتختار اعزاسي انت لبسينا سوري ناسف انت لبس كل اللي احنا فيه ده عشان انت اختارت غلط اللي انت كان عندك صوت وديته او انت زكيت انت محتردتش مقولتش لا ده مينفعش صحيح صحيح يبقى احنا كلنا مشتركين في القصة ايه عشان تتحل لازم الناس دي كلها تفهم يعنيه كورة تفهم يعنيه علم تفهم كل ده نستقر او مش كل الناس دي تختار الله ينور عليك مش يعني اللي اقارة بيع لكن انت وصلت لقاع يعني عارف قاع البحر انت عشان تطلع هتاكش وقت وقت لسه بكمين هذا الحوار الممتع جدا جدا معنا استاذ نادر شوقي وقيل اللاعبين واحد من اهم الرياضيين في الكورة المصري في سنوات الاخيرة بعد الفاصل نشوف لكم مرة اخلاص بشرفة نادر شوقي طيب عايز اخدك لبيتسوم سيماني راحل علي النادي الاهلي رأيك افرحيل بيتسوم سيماني والظروف اللي احاطت برحيل بيتسوم سيماني كمتعقق انه يمشي يعني حاجة منطقية جدا انت خلصت افريقيا خلاص ربنا ما افرقش فيها انت البعد الوحيدة الدوري بتاعها اخلص ثلاثين ثمانية اي مدرف في الدنيا هكون حابب ان هو يحضر بي سيزم افريدو اعتقد انه هو كان متوقع جدا ان هو يمشي دول عشان ده التوقيت اللي هو يعرف يمدي فيه مع فرقة تاني لو استنى لثلاثين ثمانية مش هيمدي مع فرقة لا يمدي مع مين هيمدي السنة بقى اللي هيعمل اللي بعدها او السنة اللي بعدها بس انا كان متوقع اعتقد انه حتى لو كان كسب كان هيمشي كان هيمشي بقرار بقرار هو طبعا ده وجهة نظري برضو طبعا سيبك ان هي فين ممكن كان يحصل امتى لما انا مش مسؤومة انا ما عاربش بس اللي انا كنت شايفه واي حد في مصر شايفه ان خلاص علاقة كانت خلاص بتنتهي تنتهي بقى بعد السيزن ما يخلص بعد افريقا ما تخلص بس يبنا انتك فهو اكيد دفنت لي هو اللي اختار في لعيبة كتير انه مش مصلحة الاهل انه يمشي الوقت في لعيبة كتير مع بيتسو موسيماني ما خدتش فرص يعني كهربا حسام حسن حمال محمود حتى لما رجع من الاصابة في لعيبة كتير كانت مميزة والاهل شايفها انها هتفيده وما يقدرش الاهل يستفيد من اللعيبة دي بسبب بيتسو موسيماني او بسبب عدم اقتناع بيتسو موسيماني بس هقولك حاجة عشان بس برضو دي نقطة مهمة او راي الجي واخد بطولات ايوة افراص دك لعيبة جديدة مش شايف مش شايف حد هو راح ملماعه اوه لكن هو عمل اللي الناس كلها بتعمله ما تيجي النادلالي بياخد بطولات كويس هتسألنا انا كنادر مين التاني اللي مضرور من الفراء دلوت او فاسخة او النادلال مليون في الماء لان النادلالي بعد اخدش ان هو كان مخطط ان هو يماشي وإلا تلاقي النادلالي دائما بيكون حاضر دائما بيكون جاهز بهم دارك فبالتالي خاطة كابتن سامي وأنا طبعا بدعم كابتن سامي صان جدا حبيبي وراجل محترم جدا وقدم مسئولية طبعا فما تدارش التروح اللي رايح جاي على فتسمي مش مجال نحن نجيبها هل هو يطلع ناس او قضع عن الناس ان اي مدرف في الدنيا بيديه ضحايا طبعما جاب بطولات وبعدين في نقطة مهمة ان انت لو انت راجل مدير رياضي في النادي دلوقتي انت نادر شاوي وشايف بيتس المسلماني بياخد بطولات ده صرف جايب من انت دي مش موجود في النادي ازاي الحلوقتي طيب عايز سألك لو انت مدير رياضي في النادي وبتبص بقى بتقيم مدير فني الجماهير بالنسبة لبيتس المسلماني اعظم حاجة في الكون عشان بياخد بطولات طبعا بس موضوع انه لعيبة هو اللي بيطلبها وما بيشاركهاش لعيبة زي ما انت بتقول انه ما بيتطورش اللعيبة او ما شوفش لعيب نور معاه في تفاصيل كده في الكورة كفلوس حتى او كماركتين او بيع او شراء او حاجات انت ممكن تحسب عليها لمدير فني لو انت مدير رياضي هل بيتس المسلماني في الحاجات التانية غير بطولات كان كفر تاني ارجع اقول لك هو دخل زي اي حد تاني دخل النادي الاهلي واخد بطولات فيه واحد بيضيف للنادي الاهلي قائز هو ده قليلا ما بيحصل من مدرب هو اضاف في النادي الاهلي اه لا ما اضافش ما اضافش انه اضاف هو عمل العادي اللي في النادي الاهلي انت بتاخد بطولات ايوا قائز الكارسى بتاعته انه لو ما كانتش حاصلت وانه بتاقي نتكلم مع بعض انه لو ما كانش اخر بطولات بس هو اخر بطولات لا بقى السابقة خاطر قائز فابتالي ما قدرش اقول انه هو اخفق في المهمة بتاعته هو ما كملش هو ما جددش تموحه هو معرفش يكوب معه الروح بتاعتنه لأهله معرفش يبقى تقريباً دي طبيعة شخصية خلي بقليك انت ممكن تكون خراش بقال تعيز تهدى ومش عايز ضغطه كام لكل ففي واحد يمشي زي ما لو هزيه معك بيعلي عليك كل شوية كشخصية وكبطولات وفي واحد لا اكتافيه دمائدة هكذا اليهان كله اختبوات دي سيما ايكم السلام هو استغرب حتى هو استغرب في تسريحاته اللي الا للصحاف جنوب افريقيا انه انا في سانداونز كنت اسطورة في الاهلي الناس الحال الواتي مش هايزين تعاملوا معنا اسطورة بكل بطولات لها خدتها بس هو المشكلة عند بيت سمو سماني ايه انه في سانداونز لما ياخد بطولة هيبقى اسطورة فعلا بطولة افريقية لكن في النادي الاهلي انت بحتاج كل سنة 4-5 بطولات عشان تبقى اسطورة والناس هتفكر كمان انت خليك اسطورة اه لا اه وده فارق الشاسي عندما بين النادي الاهلي هو سانداونز اه وده لو لازم يكون فاهمه هو هو شكله ما كنتشفه يعني اعتقد ان هو فهمه عشان كده ماشي اه اعتقد ان هو فهم ان هو مطلوب منه ومن ساعة من يدخل النادي الاهلي لغاية اماره ومن نادي الاهلي ان هو لازم ياخد بطولات كلها يسحى من نوم يبقى بطولات فبالتالي راجب ما استحملش الضغط وكان باين قوي من تصرحته عشان كان هو اللي ماشي وانا اعتقد ان انا يعني احساس دخين هو كان مخطط القصة دي بالقوي خط يعني ما كانش ما تعمدش في يوم ولاي لا ما حدش هيسيب شوكرينا كويسة في نادي كبير زي نادي الاهلي مرة احد ما حدش همكن مستحيل لا 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 ما بتحصلش يعني اكيد عنده حاجة لا طبعا طبعا اصلا يعني انت ايه انت اتابت المتضغطة فهتاخد اجازة من تنفس الموصل فانا بتهيقل انا الكندا او الانستيج بتاع احساسي يعني لأ كان موضوع متخطط يعني متخطط لابا مني جاء فكرة يعني فيه اتفاق محدد الزعلام التاني زي ما انتو شفت الاحترام يعني فههم بس تاني زي ارجع بقى لناصرتك بتاعة الادارة ومدير الاداري ومدير الرياضي خيباك النادي الاهلي حافظ على لعيبة كلها بغض النظر هو عايز يلاقي مين ولا لعيبش مين وده دور النادي الاهلي انت مقتنع بمهيبة معينة انا حصبر عليها زي حمد محمود مثلا ما انا كنت موجود حمد محمود راجل ممشيش فبالتالي لا انا كنادي الاهلي شايف ان محمد محمود مفيد للنادي الاهلي في الفترة الخمس سنين اللي جاي فهجددله لعي الملقابش دي مش بتاعتك برا بس الاسد او المنتج ده بتاعي هبيعه بقى عمله لزي ما انا عايز فهو ده ده المدير الرياضي بيحافظ على الكامل حسام حسن برا بس خيباك يعني انت ما تباش تحكم برضو على حسام حسن لسه في النادي الاهلي خيباك تاني النادي الاهلي تشيرتو تقيل مش اي حد يشتغل بره اشتغل جوك لازم تبعرف ايامة ناس ابسو تشيرت نادل يوم مقدروش يسده مع تشيرت نادل فالفرصة جاية 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 لكل الاهلي اه طبعا اعطاكم ان الفرصة جاية جاية محمد محمود كاب يفكر يمشي لا امر افكر يمشي بالعكس مع عبيد شبوسي ماشي امر امر افكر لا لا خالص يعني اعصب من باب انه عايز يلعب وياخد فرصة محمد محمود باس عصابها كريم بيروح النادي الاهلي كعيس يتمرن ويتغدى ومش عافل ان الناس يباد في النادي الاهلي فهو من الناس اللي يعني لا ما بيحب شو بالمناسبة اشعرف تكارت حاجة دلوقتي فضل وانا بقول الخبر يومها علاقت علي بها ايه محمد محمود وقع على بياد تجديد التعاقد على بياد فعل اه طب طب ممكن ساكسول ايه مصحفيا وبتبقى فيها جملة جماهرية بس انا انا راجل باشتغل في النادي الاهلي فباشتغل فايه يقول لي والله هتتاخد الف جنيه في الشهر هتاخد الف جنيه في الموسم تمام هقول له هتبعيزهم الف ونصف او هوافق على الف جنيه طب يعني مسلا يعني طب بس فكرة على بياد دي انا ما بفهمها ليش فعيش ولانا مش لعب الكورة بس هو انت سئلتيني سؤال سؤال اه وانا قلتلك ايه على بياد خلاص ايه انا لكن شازت مع النادي الاهلي فده يمشكول م يعمل محمود وولا حاجة لا اكيد التفاعة على كل حاجة على ليق visa اكيد التفاعة عي تفاعت كلها كلها بس هو فعلا مضاه Howard يعني فيش الارقام ماتحطيتش في العالم بس Cheers بس مقولةенно انا مش ا catastrophic مش اي نادي تيمني بيه هاته انا النادي الوحيد الوحيد اه اللي يمكن فيها اريد Ha Body ما اخذ物 الادي الآلة آه بس مانتفق علي الارقام طبيعي يعني هو بس ما ضعر ارقام عشان انت وصل في النادي الاهدي ووصل في كلمة النادي الاهدي يعني الخبرات المترك موفيئة اندية جديدة محترمة جدا 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 بس لسه يعني ماتجسناش بعد يعني لسه محترمة جدا لكن لازم بحط كل حكا في الحال لكن النادي الان انا باتفق بحط الارقام بينك الورق على جنب كده وبصورها وبقام لوها انتو وبقام لوها انتو بفنش مشكلة بس ده كلام منطقي اه طب عرف لي عشان انا على فكرة سايدتا ما انتقطتش محمد محمد ولا الصفقة بالعكس ده محمد محمود كنه ان هو يقض مع النادي الاهلي وحتى هو لسه ما بيشارك ده بقاتي فده معنا أنه هو بيعشق النادي الاهلي حاجة مفهومة ده بقنون النادي الاهلي اه دي حاجة مفهومة بس انا بقولك هو ما استعجلش مع محمد معوز وناس ما استعجلش مع محمد محمد واحدة واحدة خلي بالك هو بس يجي من المدشاط لكن حتى مشكلة تانية في كرة مصنينة ما عندكش وقت الـ وعندكش وقت الـ ما عندكش انت بقى عندك سمك طوع نشان واحد عنده 22 سنة و 21 سنة ناشئ ناشئ ازاي ده ده ممكن يكون مخلف و متجوز و كلها الناشئ ازاي يعني جبتي ناشئ من اين فاهم فاهم 2001 اللي انا بقولك عليهم دول مفهول خلاص تخرجوا ودول مفهول متجوزين تمام فلا ناشئ ترجعتش تاما مع محمد عانين؟ اه اه ايه راجف محمد عانين الفتر اخير كونسيستنسي بارتو استمراريه خلاك هو استمراريه ساعد بيبقى جامج جدا وساعد بيبقى في عفريسة هاي استمراريه لكن هو عايبك هاي بس هوا محمد هاي هي دي النقطة هوا الناس حطوها في الحتة هوا في الحتة بتاعت انت ها انت ريسا ما جيبتش اخرك هيا دي طب انت هجيب اخرك امتى فاهم او يعني فاهم هيا دي انت عام المرة اللي قلت ان محمد هاني مشكلتي معاه انه مفيش باكرايت في مصر وانت دي فورستة اكت accepted انت فكرتيني بحق الجد ميلة جدا انا هاردة منتخم مصر اللي انت مصر مصر امصر اللي فيها مئة مليون دي اه 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 فوالا يا فكرتي ميلة كان باكرايت النهاردة اه 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 وكان شوية عمر جابر وعمر كمان عبد الواحد طيب عمر كمان واحد عشان فيوتر ما ادامش باكرايت فالعبوه هوا يعني عبوه فالبلاعبوه تبام انت منتخب مصر اللي فيه مئة مليون بنا ادم ده مش عاف تجيب باكرايت ولا باكليفت انت حب ازدمك باكليفت انت حب ازدمك بس عشان انت بس في حتة كنت بكلم ايوه تفكرتني بس انت عايف من اخر باكرايت جي في مصر اه احمر فاتحي ولا ايه صح؟ ابراهيم حاسر مش احمر فاتح حاسر مش مركزه باكرايت ايو كان صح إسلام الشاطر بردو بس إسلام الشاطر مداش منتخب مصر كتير بس كان باكرايت بس آخر واحد صح صح باكرايت إبراهيم حسن بعدها بقى تجيبك مين تجيب لي بقى رئيسة على الكور إنت بتعمل إيه بقى؟ طب إنت فين باكرايتنا رئيسة؟ إنت عايز إيه بقى؟ على فكرة هو ده اللي بيخاطر هو ده هو ده اللي بيبص على كل المنظومة بتاعت كور أنا النهاردة عندي كم ناشة باكرايت عندي كم عشان أنا عارف أوصلا لستة وعشرين دي وأعمل أي حاجة غير التمثيل المشرف اللي أنا يعني كلنا حنروح وليسة تمثيل مشرف شغل لازم تخطط لها تعمل إيه لستة وعشرين وعلى فكرة هتلاقي النجمة كلها شغالة كده بس سيبك من النجمة إحنا هنعمل إيه؟ فين بقى محمد هاني من الباكرايت في مصر دلوقتي؟ أنا عندي أنا لعب كنت بتنشر جدا إن أنا بقى لعب كبير أفضل باكرايت في مصر وخلاف واتأخر كتير لدرجة إنه الجملة الشهيرة اللي إنت بتسمعها وبتقرها على السوشيال ميديا دايما هو محمد هاني يا جماعة يفضل لعب صاد أنا بسمعها كتير هو مطالب إنه هو يثبت للناس الأكثر عايف إنه هو لعب كويس جدا عارفة بس هو محتاج سقة زيادة في نفس ومحتاج إنه التاني الاستمرارية هتلاقي هاني ساعت بيلعب بطسط جاملة جدا ومعا كده برا هي استمرارية لدرجة لأنا قلت يا محمد هاني لعب كاس عامل لأن دايب يضعب بمستوى العالمي بس أيو 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 يعني في الاتنين كاس عامل لأن دايب أربعض كان أحسن لعب في الآية لا هم أضحاتش يدر إنكي نوريب كويس مطبح لأيه بجمد لك أما شوفها بمصلا مطش الأكرياني بتاع الفائد مهلا أتلوه كله عشان غلطة بتاعة البداية اللي هي أصلا غلطة مين بقى مم يعني ده هي أصلا مش الكورة بقى مش المطش أصلا مش الجول ده هو المطش اللي تلعب في المرغب ده غلطة مين غلطة مين انت شايف غلطة مين تحدي الكورة طيب أفكت تحدي الكورة بيمثل بكورة مصرية أنت النهاردة سيبك بقى من الأهلي وأن أنا أقلك أهلاوي وبدأ فعل لأ أنا ملاش دعوة يلاقي دعوة بصبت مصرف سأزني كون قوي قوي دي معناها أن أنا ما ينفعش هو الجواب تخبأ ولا ما تقراش أخبك أن أنت عندك سلوة هنا في البلد أو في الكورة بلد لسه في فاكسات بتتباعت ومفيش إيميليات في لسه فاكسات تكريس؟ الفاكس بيتخب ده عفكرة ده في فاكس جيه أو فاكس موجود عشان تخبيه يعني هو ده المبدأ في البلد المصرية تبعت فاكس عشان الواحد يخبيه فمعرفش بقى الورقة دي جات فتخبت بايد فول بقى اللي هو نفس بالوراس فهي تخبت عشان ما تشافتش ولا تخبت عشان حاجة تانية صحيح فاكسات مين مدرب العالي اللي جاي؟ والله أكيد الطلب والأعز أقول لك حاجة بصراحة طلب معني طلب منك أنا أقول لك حاجة في حاجة تبقى ولا مش في الندلق ولا أجيب مدرب ولا أجيب لعيب من بر مش بتاعتي ولا مدرب أنا أقول رأيي بس لو تسأل ما هي دي النقطة تسأل لك أنا أقول رأيي لو تسألت أنا عارف إن الناس تحترمك في النديلقى وإنت تحترم النديلقى مين المدرب اللي لازم تجيبه بس مين المدرب اللي انت شايفه مناسب هتقوله والله شوف دوت ودوت حاول رأيي قلت رأيك؟ أقول لك ما تسألتش لسه ما تسألتش بس حاول رأيي طبعا 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 بس كابتنسام ومصنم أعتقد إن هو خليفة الليل وكابتن محمد يوسك فوق كده وفي الحية تالية حاول سنساوي ومصنم ممكن يكمل؟ هو أنا اللي عارفه بقى إن هيتفاجئ بالمعلومة دي كابتنسام إن أنا عارف إن هو مروض عليه شورتانة في فرق الله أنت عارف موضوع ده ما أنا هتفاجئ ديما أنا ورزا قلتهم بقى قلتهم بقى قلتهم بقى هي فرصة كويسة دي صراحة هو يستهل كل خير يعني إنت فاز لو الأهل يحجيب مدربك نبي ولا لا هو أعتقد إن هو استاهو يعني وفل يبتدي يوري نفسه للناس عشان محمد شاوي أنا علاقتي بيك كويسة بس محمد شاوي من الناس اللي اشتغلت مع كابتن شاوي غريب صح؟ في المتاخد وغامتي وبتاقي اشتغل تاني وبعكي اشتغل مع كيروش وبعكي اشتغل مع كابتن هاب جلال أنا بقى كمنظومة في تحالي كرة هو أنا بقاهل شاوي لإيه؟ عشان أنا بحبه صاحبي ولا بقاهله عشان يمسك شاوي ياخد رخص وكده؟ هو أونلاين وحاجات خليه بقى أنا معرفش بس أنا بديله الإكسبرينيس دي كلها لإيه؟ مش عشان يمسك حاجة ايوه؟ خداك هو مش عيب إن هو يمسك كلفينه ده هاته مازلان سوري ما احطرامل كبير أو يمسك متخبه امبي ده مش عيب هو زينا ما جيه يمسك ريال مدريد ده مسكوية ايه في الاول؟ بس الفكرة في ايه؟ هولي لازم المدرب يبقى كاسر الخمسين عشان نبدأ نقول إنه مدرب كبير ياريت كل بص كل يوم لأ طبعا هم احطرام نطلع بره مش عايزينك انت شوف الكفاءة يعني اللي عنده سبعين سنة اهلا وسنة يشتهل مواك الله سكيلوش عنده سبعين سنة بقوله يلا تعالى عايزينك تانى ها مش انا مقصدش السن بس هقصد إنه احنا بقى ضروري عندنا اللي لازم بتعدي الخمسين عشان نقول عليك مدرب شاب اممم بقولك والله بتجوز وعنده يال عنده واحد وعشرين سنة اثنين وعشرين سنة بتدريه شاب وعنده المسابعة بتاعته اللي انت اصلا مش عارف تنظمها اللي انت اصلا بتطلع يعني انت شفت سنة فاتت زماية الكزمة مسلا تسعة وتسعين. محدش عارف مين اللي كذبين. محد غد الوقتي محدش عارف مين اللي كذبين. صح صح. مش هيتعلم بقى بالغلط بتاع اللي حتى كان مجلس مختلف. مختلف. اه. طب المجلس ده بقى. 2005. ده هم الناشئين. بتقع اللي اتحاد السكنداري وبتقع دجلة بتاع. نفس القصة برضا. اه. انت هتطلع ناشئ عامل ازاي. جابي جابي عنده سبعتاشر سنة واحد من اهم مواهب في اوروبا بلاعب برشلونة. يعني هلم ده اولا. اه. 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 ده ناشئ. جابي. باب ايه. ده ناشئ. لا طب. انت عندك مشكلة. انت عارف ان انت اكتر بلد مفهود تعتمد على الولادة الصغارين عشان تصدر. اه. انت عارف انت مفهود تجيب حتى الافارقة بتاعتك. من من افريقة صغيرين عشان تعرفت ربيهم عندك وتبيع. اه. بتعاف انت موقعك ده اهم حاجة في الدنيا بالنسبة لك انت لازم تكسب بس. مش هتخسر. عشان موقعك ده بيكسبك بس. ما تخسرش. ما يفعش تخسر. اه. فهم. فهم. انت ليه عمان تخسر. ليه بتجيب لعبادة غالية. اه. ليه سوريا مع احترامي. سوريا فيه ناس بتيجيب ملايين ملايين من الدورة انجليزيا على هنا. هو خلال شبع. انت لازم تجيب من جوه. تجيب من الافارقة نفسها. اي هتلاقي اي ساكساس او اي نجاح لافارقة في مصر يا كريم. هتلاقيه جاي من جوه افارقة. تتكلم على بيرشتاو. واغيره. اه اه. اه. انا بتكلم على بيرشتاو. بكلم على غيره. ممكن يكون. اه ده شايفوا ان هو الليفل. ده كلم مدري بيطلب حد. ما يفعش توله لأ. مم. فهمة وفناني كبير. مم. فهم انت جايب واحد بيطلبه في دولة انجليزيا فبالتالي حيضيفلي. مم. فانت بتحطه تحت الاسماريينس نفسها. عشان بس المدارة من داخلش انت منعتين من حاجة. مم. لكن بقى اي اكسبرينس بقى انه مفيش حد جيه من بر افريقيا على مصر ونجح. مم. مفيش. انت عايز واحد جعين. خلي بقى لك انت عزم واحد جعين عشان يجاعد هنا شوية عشان يطلع. يعمل مستقبل بر. مم. انت بتعملها العكس. مم. انت بتجيب لعين غالي جدا وبقى كاب بتمشي بريس. وبتقضى عندك مشكلة ان انت مع افارك قد كده. عشان عايز تمشيهم بعد اول سنة. عشان عادهم ثلاث سنين. فتقضى يبقى عندك مشكلة في فيفا. وبعد كده ترجع تدفع دم قلبك. كلها غضوط ادريه. ينفع بقى ده يتعمل في حتة. هتعافي السعادية بسم الله ما شو الله الله اكبر عليه عن السعادية انا حضرتها بما طلعت اعملت. مم. مش هفكي 2007 او 2008 او 2008 او 2008 انا مش فكر. مم. تعال بص بقى دلوقتي. مم. طوار. مش يتطوروا. هم. سابق بسانات ضوائية يا كريم. خليباك انت ممكن تتفرج على الدوري فحاس ان هو زي الدوري بتاعك. لا ولا هو التصوير زي بتاعك. ولا الملعب زي بتاعك. ولا الاصل المنظومة الادارية زي بتاعتك. مفيش اسئول في النادي في السعادية يا كريم. مفهمش يعني ايه قوانين فيفا. مفهمش يعني ايه قوانين تعاقد. مفهمش يعني ايه. ده صح وده غلط. في التليفون حتى بيكلمك. عارف. عارف. وعارف ان هو لو عمل حاجة غلط حيتعاقب. هم. احمد جاسر ريان متكمل مع الاهلي ولا هيا اوش. اه. انت بتسأل اسرائيل برضو غريب. لا مش بسألك على الادارة. انا بسألك انت. اه ادارة عايزة. لا خليه منطقيين. احمد بس ما كانش يلاقي ان الفرصة عايخودها مع المسلمين. فالطلب انه ياخد فرصة بره ويرجع الاهلي تاني. اه. حصح. هو لسه عنده احساس انه عايز يطلع في اوروبا ولا ممكن يكمل في النادي الاهلي تاني. حسب بغبة الاهلي طبعا. هقول لك حاجة فيش حد يقول لي في السنة بتاع ياسر ريان دلوقتي او لسه ما عملش حاجة. هيقول لي الاهلي لأ. لان الاهلي محتاج سترايكر. اه. وانت عارف الكلام ده كويس. صح. بس اللي حيجي هلعب بقالي يخده وبقالي يعيز سترايكر عامل ازايك. وانه لازم يتحدد. اه. كويس انها بتحصل دلوقتي. اه. لكن احنا شغالين لحمة جاسر ريان بره. طبعا. السنة اللي فاتت ارتبط اسم زيزو بالاهلي ولازم اسمك يجي في النص. مش عارف ليه. السنة دي ارتبط اسم اشرف بن شرق الاهلي واسمك جيفن. انت شفتني انت يوم صحيح انت دخلت انت القتاليو بيها صح? فيه يوم انا. فيه يوم دخلت القتال اه فيه يوم شفتك. ايه ايه. بس دي مش كسستي والله. انا بقول لك انت اللي اسمك انت انت. طب دي حاجة بيني وبينك. يا هدأ. يا هدأ. يا هدأ لو قلتها دلوقتي هتقول لي انت. حقولك لأ. اسم لابن بقول ان انا كنت قاعد مع كريم اللي هو الاجن بتاعهم. كنت بقى حاجة تانية خالص. والله. تبقى خالص اقولي الناس باعشان انا مش اسمها اللي خبير. انا مارا كنت قاعد في قوتيل ما دخلت لقيت استاذ نادر الشاوي مع وكيل اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي. كان وقتها. ايه بقى فرجاني وكان فيه واحد تانية. ونجم تقريبا. اه ونجم. كان ونجم وفرجاني واشرف بن شرقي كانوا موجودين في القوتيل مع نادر ووكيله. فانا ايه? على طول حس الصحف والعلامي روح تشبك. كان ده السنة اللي فات اكتر من سنة كمان. سنة ونص كمان. اه. فانا شبكت ان نادر بيعمل حاجة. اه. فانا كنت مع نادر قال لي ده ولا لايه اي احاق. اه. اه بس كده. فيش اي حاجة خالص اه. خالص. ما اعتقدش ان حد فيهم يعني. مش عارف الناس دايما رابطة ان انا دايما بايخو معيني ما حصلتش قبل كده خالص انا خدت حد من ايدي زماني كده انا اتلقى اول عكس حتى ايفن يعني. لكن نزيزه لعيب كبير جدا. لعيب محترم جدا. وانا مش عارف فاردو ما لعيبش بداية الماضي اليه النهار دو. ما عنديش فكرة فاردو. هي يعني. اعلم تستفهم كبير. يعني ان اعتقد نزيزه من اهم اللعيب اللي موجودين في الدورة المصرية. بس اه ما تكرنش اسمي بزيزه خالص. يعني. طبعا اكرنه بعشرف من شاري? ولا عشرف من شاري. ليه يا تحت امرهم طبعا فاي حاجة بس ليه. لأ شرف ليه طبعا بس لا بفيش. اه. عميش عشان تكويل وقال يعني. ان شاء الله. اكرم خلاص بقى. انا بيجيب اجاني. اكرم اه كان سافر قطر يوم الحد. اه. واقعد هناك هاد شوية عشان يتعهل. وان شاء الله يرجع اقوى من الاول يعني. اكرم العيب محترم جدا. كان حظه وحش. كان في البيك بتاع مستوى. بقوله. اه. 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 كان حظه وحش اه. بس عشان يعرف بس الناس بالحب ودي. ويعرف هو وصل عشان بس برضو اللي فات. ويرجعه تاني. خلا بك ان اكرم برضو عنا شويتين تلات. من الناس اللي يعني تعبت. وانا يعني اعتقد نواحي بقى برضو. اه. مهمة اه. ماتش اللي عالوي زمانك اللي جاي يوم الحد اه. ده بعد الجات لج. اه. ده بعد اللي بقى. يعني حتى حتى ايفن التخطيط صح? حتى ايفن الماتش بتاعك ان انت بعد ما خلصت السوبر رحت رايح كوريا عشان ترجع يوم ساعتاشر تلعب ماتش القيومة بتاعك صح? اه. زي طيب يعني. عنا فيش حد بيدرس يعني جات لك ما فيش حاجة اسمها ان انت النهار ده عندك الطراب في النوم فاتح تاخد يومين زيادة عشان اه. ماتش عبي حلو. ماتش عبي حلو او. اه. ماتش عبي حلو. اه. ماتش عبي حلو. اعتقد يعني حتى ايفن الزمالكة عنده مشاكل. اه. الاهلي الكامستري نفسها لسا مع الكابتن سامي بن صام. اعتقد. بس انا انا شايف ان اللي لقى يعني اختياره الكابتن سامي بن صام في التوقيت ده ماتش عبي حدوء ده. وان هو عنده ماتش يخمة ومشارق معاه وان فيه وكابتن خطيب يخش النهار ده ويتكلم مع الناس. عارف انت ازاي ازاي تعرف تدير هذه الاضارة. معلم. بيعرف يدير. عارف يعني انت عفك على الوحيد اللي معافش اتكلم معي. خلص. انت عادت عالترابية معافش اتكلم معي. اه. ماجيش اي جراءة خالص. يزيروا جراءة. ده اللي اللي حقيقة شرفت ونورت الحال معات الممتعة كلمة ده والله. ربنا يا خليقة كلمة وما تمنى طبعا الخير للكرة المصرية بس احنا كلنا مسؤولين. مفيش حد يرمي بس على رئيسة على الكرة بس. اللي اختاره. هو اللي يتحمل مسؤولية. وقوانين اللي خلت الناس دي تختار الناس دي. لازم كلها تتغير. صح. وبعد كده اللي بيسيء للكرة المصرية يجب يتحاسب. احنا جوانا مع بعض بمكن نتفهم. لكن حد بقى يفهم يضحي بيك. لا. صح. شرفت ونورت الحالي. شرفت ونورت. شرفت ونورت. ده كان نهاية حلقتنا النهاردة من رقم عشرة. يا رب تكونوا استمتعتم معانا واشوفكم. يا رب. على الى بخير. اشتركوا في القناة شكرا شكرا شكرا